هل سوف نقوم بعمل بشكل عام؟ هل سوف نقوم بعمل بشكل عام؟ هذا هو مال بيشنت 62 سنة وعنده هايبركالتينيا وعنده أستيوبروزيس نتيجة برايماري هايبر باراسيرويدجل حصل له أدميشن في الهوسبيتال لكي يقوم بعمل باراسيرويدجل بعد خمس تيام بدأ العيان يشتكي من أنه يوجد باراسيزيا في الهيوم وعنده ماسل كراملينج على الرغم من أنه بياخد إنترا فينس وأورال كالسيوم كالسيوم ستريد 3000 ميلي جرام بما يوازي 600 ميلي جرام إليمنتال هو الكالسيوم سلط إحنا مش بناخد التوتال دوس بتاعته وإحنا بنحسب قد إليمنتال 600 جميعين أن الكالسيوم ستريد فيه 20% تقريبا إليمنتال فهو بياخد 600 ميلي جرام إليمنتال كالسيوم ستريد بياخده أربع مرات في اليوم وبياخد كولي كالسيرول 2000 إنترناشونال يونت ديلي العيان ماشي على بي بي آي طبعا شيف ستيك ساين بيؤكد أن العيان عنده هايبوكالسيمي اللي هو تابي على بيحصل بيحصل اللاب بتاع العيان دوت الحاجات البوزتيف اللي فيه إن عنده نقص في الكالسيوم عنده نقص في الفوسفرس عنده نقص في الماغنيسيوم وطبعا هو كروني كريين فالجي إفقار بتاعه 52 هنلاحظ إن البارد سيرويد هرومون نورمل والفيتامين دي نورمل على اللو طيب العيان هنا إحنا قلنا فيه نقص كالسيوم فيه نقص فوسفرس فيه نقص ماغنيسيوم طيب إحنا هنصلح الماغنيسيوم ولا أزود له الكولي كالسي فرول اللي هو يغضو ألفين انترناشنال يونت لأربعة تلاف أدي له انترافينس فوسفيت ولا أبدأ له أورال كالسي ترول ولا أدي له بارا سيرويد هرومون إنجيكشن هاداك تحب تختاره دلوقتي؟ ما هو المغنسي ممكن إليه طيب ما هو العيان؟ العيان حصل له هايبوكالسيميا بست أوبرتب هو العيان وارد ان يحصل له أوبرتب؟ نعم العيان عندنا بارا سيرويد أجينومة عندنا واحدة من البراصيرويد بتبقى تأكسس سيكريت البراصيرويد هرومون فبيبدأ الباقي يريح على أساس ان كده كده فيه بارا سيرويد هرومون طيب لما أنا أعملها ترجيكال واشيل السيرويد دي الباقي على ما يفوق من الراحة بتاعته هياخده تقريبا من 24 ل 48 ساعة ماكسيموم أربعة أيام طيب لو طولت عن أربعة أيام لا دي اسمها برولونجد هايبوكالسيميا طيب العيان بتاعنا احنا قلنا اشتكى في اليوم الخامس يبقى إذن هو عنده برولونجد هايبوكالسيميا طيب إيه أسباب البرولونجد هايبوكالسيميا في عيان عامل توتال سيرويد ديكتومي قالك والله ممكن يبقى نفس الفيسيولوجيكا الكوز اللي قلناه في الأول ان الجلند اللي كانت مريحة المفروض انها نورمال تاخد لها يومين لحد أربعة بكتير بس طولت شوية فحصل لونج للنورمال دو او ان أثناء السيرجري حصل انجري للانفيروسيرويد أرتري البراصيرويد جلند او انه حصل دايريكت تروما للبراصيرويد جلند الحقيقة ان الثلاث أسباب دول هما أسباب Chat wearing hypo calcemia يعني هايبوكالسيميا حتتصلح خلال ستة شهور او الحاجة الاخيرة ان HASN ت recherل في غيروسيرويد بدون ق suppress فلعيان هيدفل في هايبوكالسيميا الحالة بتاعتنا عندها هايبوكالسيميا لسبب ايه؟ السبب هايبوكالسيميا عندنا فى الحالة دي هو eastern gast Sell, grossPhr. يعني هاييان عنده buraya هايبوكالسيميا يعني التوتال كالسيم بتاعه أقل من 8.5 او الايونيزد أقل من 4.5 ميلي جرام برجيل معي هايبوفوسفاتيميا معي هايبوماغنزيميا اللي هي الكريتيريا اللي اللي لقناها في الحالة بتاعتنا والحاجة دي بتحصل ايه بعد بارا سيرويدكتومي او في بعض الحيان حتى بتحصل بعد التوتال سيرويدكتومي طيب هو في بس موقتة كده عشان نفهم الكتروليتات لغبطت معنا ليه في سايكل بتحصل فيسيولوجيكل اسمها البون ريمودلينج زي ما حضراتكم شايفين المفروض ان انا عندي الريستنج سيل او اللاينينج سيل يبدأ يحصل لها ديفرانشيشن للأسيوكلاس الأسيوكلاس دي مسؤولة عن البون ريزوربشن المفروض انها بتقعد اسبوعين بعد كده يجي الماكروفاجي يكمل اللي بدأوا الأسيوكلاس وأبدأ مرحلة جديدة اللي هي مرحلة البون فورميشن ودي يعملها الأسيوكلاس الفورميشن او الديبوزيشن بياخد ثلاث شهور بعد في نهاية الثلاث شهور تبدأ السل الأسيوكلاس يحصل لها ديفرانشيشن بعد السل تبقى أسيوكايت تزود المنيراليزيشن وبعد السل تنقاسم تبقى ريفينج سل تعيد السايكل من الأول ده الفيسيولوجيكل في البون ريمودلينج طيب احنا لما كان حصل عندنا يحصل على حساب الديبوزيشن فبيبقى عندي الديبوزيشن أكثر فالبون ممكن يحصل فيه يحصل فيه براون تيومر بعد بقى ما شلنا الأدينوما ديت بيحصل العكس يبدأ يحصل بون ديبوزيشن على حساب البون ريزوربشن فبيحصل ديستيربانس للسايكل بتاعتي طيب وهو لما بيحصل الديبوزيشن أكثر من الديبوزيشن إيه اللي هيبوز الدنيا؟ قالك وهو بيحصل ديبوزيشن للكالسيوم في البون السايكل اللي عماله شغالة ديت وان اوبوز اوستيو بلاست اكتيفتي من غير الاوستيو كلاست هتبدأ تسحب معاها الفيسيولوجيشن علشان يرصب الكالسيوم في البون يبقى سبب نقص الفيسيولوجيشن عندنا ان الكالسيوم ترصب في البون نتيجة ان عملية المينراليزيشن شغالة أكثر من اللازم وفي الحالة ديتة بتاعة البون هنجري سندروم ما تصححش الهايبوكالتيمية وقادي معاها هيبوكالتيمية انجيكشن علشان يصلح الف sty ملك لأن الدوت هيزود الهايبوكالتيمية يبقى الاختيار دوا احنا حنقفوض ان اكتيع ديب انا مش محتاجة صلح الفVO لكن الفоровتلك هيتصلح لو انا اعطيت' فيتامين dblyتامين d هيحسن الباجратьام كالتاح الكالسيوم والتالي هيحسن معايا الفوفيد Luego المواحدة إذا إذا ي MEME Geической الطبع مني هذا يصدف المجلس ball يمكن أن تقلل بباريسان المنزيد والتي very cold يمكن أن تتأكل بباريسى المنزيد الباريساني المنزيد هي تعديل بباريسان底 الوضع يجب أن يكون محاولة الهيبركالسيميا. وده كان أول أخرى هو الدهولة. وقال لك ماهي هو الخطوة اللي بعد ذلك. يبقى نحن 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 نعمل. طيب هو أصلاً العيان هو كل واحد يشيل برا سيرويد أو سيرويد. سيجي له هانجر بون سندروم والله يبقى فيه ريسك فاكتور. إن العيان يكون عاماً. وإحنا العيان بتاعنا ده 62 سنة. أو إن كل ما زادت الهيبركالسيميا بريئ أوبراتف. كل ما العيان كان هانجر بون أكثر. لأن البون بتاعه هيبقى ستارفد. فالبوراسيرمون سادن دروب. والكالسيوم كله هو والفاكت هيتسحبه على البون. أو بقى لو هو شاير الدينومة الفوليوم بتاعها أكثر من 5 سنتي. أو في الويت أكثر من 2 جرام. ولو لاحظنا إن في الأول العيان ده شال 3 بارا سيرويد جلاند. يبقى عنده كمان ريسك فاكتور يزود لي البون هانجري سندروم. كمان لو العيان عنده راديولوجيكال إفيدنس للبون انرجي نتيجة الهايبركالسيميا. اللي هي الاستيكس فيبروزاتيستيكا أو الاستيكس أو البسفولوجيكال فراكشور أو البراون تيومر. والعيان بتاعنا كان عنده استيكس. كمان الفايتامين جي ديفيشنس. أو صحيح العيان بتاعنا ما كانش له ما كانش قليل بس كان على اللونورم. يبقى فيه عندي أكتر من ريسك فاكتور يخلي العيان ده يجيله هانجري بون سندروم. طبعا الكلينيكال منفستيشن بتاعت الهايبوكالسيميا حضراتكم عارفينها. طيب دلوقتي أنا عايزة أصلح الهانجري بون سندروم اللي عند العيان. هدي له إليمينتال كالسيم من 2 لأربعة جرام. طب العيان بتاعنا احنا قلنا هو بياخد 600 أربعة مرات في اليوم. يعني تقريبا بياخد اثنين وربعمائة أو اثنين وربعة من عشرة جرام. طيب أنا قبطوا إن أنا أزود لأربعة. طيب هل الاختيار ده هيكون مناسب هنشوف أولا لا. أنواع الكالسيم اللي ممكن نعطيها الكالسيم كاربونات. وده الأكتر نوع في الإليمينتال كالسيم عالي. أربعين في المية منه من تركيزه كالسيم. الكالسيم ستريت عشرين. والجلوكونات تسعة في المية. طيب إحنا هنا مدناش ليه اللي تركيزه أعلى. لأن العيان اللي خدنا بالنا في الكيز كان بياخد بي بي آي. الستريت ما بيحتاج البي اتش أو الأسد علشان يحصل له أبزوربشن. الكالسيم كاربونية رغم أن تركيزه أعلى. لكن العيان مش هكتفاد منه هو. تاني حاجة في العلاج إن أنا هاددي كالسيترول. وهو الأكتف في فيتامين دي. 2 لأربعة ميكرو جرام وهعمل مغنيسيوم كوريكشن. إذن بعد ما قلنا خطواتنا في التريتمين. إيه أفضل نرجع بقى للكيز بتاعتنا؟ إيه أفضل اقتراح أو اختيار من حضراتكم من هنا؟ إيه أفضل كالسيميا. هيبقى مغنيسيميا؟ هيبقى فلا أن أنا أزود الكالسيم لتسعمية بدل ما هو بيأخذ. ربعمية أربعة مرات هيكون له بينفت. الحقيقة مش هيكون له بينفت. لأن أنا لو زودت التركيز بتاع الكالسيم. هو حصل بلاتور للأبزوربشن بتاع الكالسيم. فالإكسرا دوز العين مش هيستفادة. طيب هو بيأخذ كوليكالسيم. أزود أربعة مرات. تمام. طيب يبقى الانترافينوس فوسفيت هينفع. لأنه هيزود الهايبوكالسيميا. لأنه هياخذ الكالسيم ويدخل العضل. يبقى الاختيار اللي بعده هو الأورالكالسيترول. ده هيحسن الكالسيم. وهيحسن الانترافينوس فوسفيت مع الكالسيم. تمام. مش هيحصل له اكتيفيشن. تمام. ده غير مميزات الكالسيترول اللي عندناها. الريكمبنت بارا سيرويد هيرمون. لأنه مالوش رول أصلا في أنه يحسن البارا أو الهانجري بون سندروم. إذن كان الاختيار الأفضل هو إن إحنا ندي الأورالكالسيترول سيرابي. طيب إزاي النقطة الأخيرة بس بدل في ريسكي فاكتور كده إزاي أمنع الهانجري بون سندروم. إن أنا ممكن أدي بسكس كونير. المدة اللي هديها قد إيه؟ والله هذه تختلف. الهدف عندي إن أنا أعرف إن العيان استفاد. إن أنا أحسن الألكالين في سفاتيل بتاع العيان. والبيسفسفونات بيعمل كيس لايك كده إن العيان عمل بقرد سيرويدكتومي. فبيقلل البون ريزوربشن. هذا كان كيف نمنا؟ وإيه طرق العلاج؟ شكرا. 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 شكرا.